أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الاقتصادية في بداية أسبوع جديد للبنوك المصرية نتابع مع حضراتكم سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بالإضافة لسعر جرام الذهب الذي يواصل انخفاضه منذ قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والتفاصيل الكاملة في هذه التغطية يواصل سعر صرف الدولار استكرارا لليوم الرابع والثمانين على التوالي وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع أما في البنكي الأهلي ومصر فسجل سعر صرف الدولار نحو 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع بينما سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع ومن هذه البنوك التجارية الدولي C.I.B. أبوظبيا التجاري الأسكندرية كطر الوطني الأهلي فيصل الإسلامي Q&B كريدي أجريكول الاستثمار العربي المصرف العربي الدولي المصري المتحد المشرق أما عالميا استقر سعر الدولار بحسب مؤشر الدولار دي إكس واي الذي يقيس مستوى الأغدر أمام ست عملات رئيسية ليسجل نحو 104.4 نقطة بعد 104.26 نقطة في تعاملات الإسبوع الماضي وننتقل لأسعار الذهب فتشهد انخفاض قوي اليوم الأحد الموافق الرابع من يونيو وسجل عيار 21 نحو 2345 جنيها بعد وصوله 2800 جنيه كأعلى سعر له وبذلك يكون قد تراجع بنحو 465 جنيها أيضا سجل عيار 24 اليوم نحو 1680 جنيها وأيضا وصل عيار 18 نحو 2010 جنيهات أما عيار 14 فقد سجل نحو 1563 جنيها وتراجع بنائها الذهب بقوة نحو 700 جنيه وسجل اليوم نحو 18760 جنيها بعد أن كان نحو 1924 جنيها وأيضا بلغت سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 نحو 1984 دولارا بعد 2056 منذ أيام ويرجع هذا الانخفاض في الأسعار إلى قرار الحكومة بإعفاء وردات الذهب من رسوم الجمارك والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الشعب الماضي إذن مشاهدين قدمنا لحضراتكم أسعار صرف الدولار أمام الجنيها المصرية وسعر جرام الذهب مختلف أعيرته أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر